أمين كل سنة وانتوا طيبين نحذفل النهاردة يا حبائي بعيد العنصرة عيد حلول الروح القدس عيد حلول الروح القدس وهو الأقنوم التالت من الثلوس الأقدس حلول الروح القدس ربنا قال لنا كده لا أترككم يتامة متى ذهبت سأرسل لكم الروح المعزة الروح القدس والروح القدس ده يا حبائي هو بداية الكنيسة ونشاط الكنيسة وميلاد الكنيسة احنا هنقول ان احنا كلنا اخدنا الروح القدس طبعا احنا اخدنا الروح القدس في المعمودية بعد ما بنتعمد السر التاني على طول هو سر حلول الروح القدس من خلال مسحة الميرون في الكنيسة الاولى الروح القدس حل على التلاميذ على شبه ألسنة نار دلوقتي ما فيش الألسنة النار مش كده خلص في الكنيسة الاولى وحل على التلاميذ وده كان اول ظهور للروح القدس وحلول للروح القدس على الكنيسة الاولى وعلى التلاميذ لكن بعد كده كان في حلول روح القدس من خلال التلاميذ لكل المؤمنين من خلال وضع اليد كانوا يضع اليد يحل الروح القدس دلوقتي بقى برضو في وضع يد وفي نفخة الروح القدس لما كده أبونا بيعمد الطفل وخلاص في المعمودية أو بيطلع من معمودية بيدي له سر مسحة الميرون المقدس اللي من خلالها آخر حاجة أبونا بيديها للطفل بيقول ينفخ كده في وجه الطفل بيقوله اقبل الروح القدس وكون إناءا مختارا فهذا هو برضو حلول الروح القدس في أعضاء الكنيسة اللي هي كل واحد فينا وهو الأقنوم الثالث من الثلوس القدوس وهو أيضا واحد مع الآب والابن في الجوهر أو نقول مساوي للآب والابن في الجوهر الروح القدس يا أحبائي شيء غير ملموس لكنه محسوس ما نقدرش نشوفه لكنه يعمل بالضبط كده زي الكهرباء مثل الإلكترسيات لا يمكنك أن ترى ولكن إذا لا تؤمنها اذهب لأحسن 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 لا تكثر لأحسن كذلك تكون محسوس لكن في الراحة القدس عمله غير ظاهر يعمل في الخفاء لكن هو القوة المحركة في كل أسرار الكنيسة يعمل يعمل. ما فيش سر في الكنيسة. بدون عمل الروح القدس. حتى تقديس الأسرار في الجسد والدم. نقول يسجد الكاهن وجسداً مقدساً يحل الروح القدوس ربنا اللي يحل على الأسرار ويقدسها. في الزيجة يوحد الاتنين ويجعلهم واحد. الروح القدس هو اللي بيقدس كل أسرار في الكنيسة. ما فيش أي عمل بدون الروح القدس. فإن كان هو شيء غير محسوس ملموس لكنه محسوس. محسوس. الروح القدس يا أحبائي يقول لنا الإنجيل ساعات بياخد جنبك. لو عملنا خطية يحزن. يقول الله أنا جاي قدسكم. أنتوا بتسلموا أنفسكم تاني لإبليس والخطية وكده. فيقول لك لا تحزنوا روح القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء. لا تحزنوا روح الله القدوس. لأن روح الله بيحزن فينا. ومرات كمان يقول لنا لا تطفئوا الروح. لا تطفئوا الروح. الروح القدس يا أحبائي النهاردة الإنجيل بيقول لنا الروح القدس المعزي. الروح القدس المعزي بيدينا العزاء. هو بعزي ويذكر. يفكرنا كده يقعد معنا كده. هو مين تاني بيقعد مع الانسان غير روحه. أو الروح القدس اللي هو ابنا خدناه من بعد السر في المعمودية. كده يفضل يفكروا. لما الانسان كده يحس انه وحدان ومش عارف. تلاقي فيه روح ده عزيب يجي له. الروح القدس يطبطب عليه كده. ويفكروا كده بمواعيد ربنا. يقول للانجيل. واما المعز الروح القدس الذي سيرسله الاب باسم فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. يفضل بقى يفكرك بالمواعيد ربنا. وكل شيء الهلنا ربنا يفضل هو الروح القدس هو اللي يشتغل معنا كده. يقعد كده ويأخذ كل إنسان ويطبطب عليه ويفكروا بمواعيد ربنا حتى لا يفقد رجاءه. الروح القدس يحبه أيضا بيواجه. يعني كده في حاجات كده نسمع عن تشوف الانجيل مع التلاميذ تلاقيهم تلاقي الروح القدس منحهم يروحوا حتة ويخليهم يروح حتة تانية. في اعمال ستاشر يقول ايه? وبعد ما كرزوا في فريجية وكورة غلطية منعهم الروح القدس ان يتكلموا في اسيا. منحهم يتكلموا في اسيا. يعني الروح القدس عنده القدرة يدي كلمة. وعنده القدرة انه يمنع. يخليهم ما يتكلموش. الروح القدس أيضا يا احبائي لو احنا ولاد ربنا نبقى منقادين بروح ربنا. لكن ولاد العالم بينقادوا بروح هذا العالم. الانجيل بيقول لنا ايه? لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أولاد الله أو أبناء الله. For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. these are sons of God and led by the Spirit of God. الروح القدس يا احبائي ساعات كده احنا نفضل نصلي 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 ولا عارفين بنقول ايه? لكن الروح القدس بأنات بيشفع فينا. يعني ايه بيقول لنا ايه خد جنب انا هشفع فيك قدام ربنا. انت مش عارف تعبر. ده بس فيه تعبيرات اخرى احنا ما نعرفش نوصل لها. الروح القدس بيعبر بيشفع بطريقة مقبولة قدام ربنا. هذا الانين والانات. عارفين انسان كده بيبقى ممكن ما يتكلمش. لكن تلاقي قلبه يا ان وهذا الانين والانات بتاعت القلب ربنا بيبص عليها وبيشوفها. مع انها ما فيهاش كلمات. ما فيهاش تعبيرات. لكن تصل الى الربنا بيقول لنا كده ايه? ولذلك الروح ايضا يعين ضعفاتنا. لاننا لسنا نعلم ما نصلي لاجله كما ينبغي. ولكن الروح نفسه يشفع فينا بانات لا ينطق بها. يعني احنا مش عارفين بانصلي كما ينبغي. الروح القدس يشفع فينا بانات لا ينطق بها. So the Holy Spirit intercedes and prays on our behalf in a way that is acceptable to God because we don't know how to pray as we ought to. It says here in Romans 8 it says likewise the Spirit also helps in our weaknesses for we do not know what we should pray for as we ought. But the Spirit himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered with groaning which cannot be uttered. الروح القدس من منذ البدء يعمل. يمكن احنا خدناه. يمكن انت تعرفوا في العهد القديم ما كانش فيه الروح القدس يحل على الرجال العهد القديم حتى انبياء العهد القديم. لكن كان يديهم يعني يعمل معهم لوقت معين وكانوا مسوقين. لما يكون في نبوة يكون مسوقين بعمل الروح القدس لكن ما كانش حال الجواهم. ما كانش هذا الاقنوم يحل في في العهد القديم وفي رجال العهد القديم. بيقول كده في 2nd Peter بطر ستاني يقول أنه لم تأتنوا بوقت بمشيئة إنسان بل تكلم أُناس الله القديسون ما سوقين من الروح القدس. كانوا ما سوقين من الروح القدس. For prophecy never came by the will of man but holy men of God spoke as they were moved by the holy spirit. And that's from the very beginning. They were moved by the holy spirit. الروح القدس يا أحبائي يحيي ويعطي الحياة. قدرة الروح القدس أنه هو المحي يعني هو الحياة ذاتها ويعطي حياة. بيقول لنا كده الإنجيل في روميا 8. بيقول إن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم فالذي أقام المسيح من الأموات سيحي أكسادكم المائة أيضا بروحه الساكن فيكم. فالروح القدس يا أحبائي يحيي. But if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Jesus Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. الروح القدس يا أحبائي يشهد للمسيح. ما فيش حد يقدر يكون للمسيح هو الله الظاهر في الجسد إلا بالروح القدس. يعني مش حاجة من عندنا احنا مش جايبين حاجة من يعني أمنا في يسوع المسيح وأمنا في بيف إن كان مصلوب إنسان ضعيف. الناس معصرة إلى الآن في ناس كثيرين يعصروا في صلب المسيح. إزاي الله يصلب؟ لكن إحبائي كنا احنا بنؤمن بربنا يسوع المسيح. فذا عمل الروح القدس فينا. الإنجلي يقول لنا إيه؟ وما تجاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي. الروح القدس يشهد لمن؟ للمسيح. فهو يشهد لي. وبرضه في آية تاني يقول لك لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويغبركم بأمور آتية. الروح القدس عمله وعجيب في كل إنسان كان يعمل في الكنيسة ككل لكن في كل إنسان ما زال الروح القدس يعمل. طبعا على درجات لما الإنسان بيدي فرصة للروح القدس يعمل في داخله الروح القدس بيعمل. لكن الإنسان اللي بيحط الروح القدس على جنب ويدي العالم وروح العالم تدخل الروح القدس ياخد جنب كده ويحزن القديس يحنى زهب الفن بيقول حين يصير الزاني عفيفا والطماع شفوقا والمتوحش هادئا رقيقا حينها تتجلى ملامح الحياة الجديدة المنقادة بالروح القدس المنقادة بالروح القدس وذو يا أحبائي أحد القديسين بردو بيقول إن هدف الحياة المسيحية يكمن في اقتناء الروح القدس ده هدف الحياة المسيحية يكمن في اقتناء الروح القدس لكذا النهاردة بنحتفل بتجديد عمل للروح القدس فينا يعني هو مش يحل تاني لأن احنا خدنا الروح القدس لكنه بنسأله ترينيو هم وذنس لما بنقول جدد يجدد روحه فينا أيضا إلى أن نبلغ يا أحبائي قامت الامتلاء من الروح القدس وحينها تظهر الثمار الثمار الروح القدس لكن الإنسان الغير ممتلئ من الروح القدس الثمار لسه مش بينه لازم لما يكون في شجرة كده يكمل النمو فيها تبدأ تثمر لكن الشجرة الثغيرة اللي لسه كده بيبي ما تجيبش ثمر فإحنا عندما يكبل عمل الروح القدس فينا يأتي بثماره وثمار الروح القدس لما بنقول كده لما بنقول ثمر الروح محبة فرح سلام طول أنا وكذا لما يكون الروح القدس عمله مكتمل في حياتنا هتظهر السمار لكن إحنا بنشوف ساعاتي أحبائي ثمر مختلف ليه؟ لأن عمل الروح القدس غير مكتمل في حياتنا إحنا بندلهوش فرصة يشتغل ربنا أحبائي يدينا في هذا كل ما بنحتفل بهذا العيد يدينا تجديد يدينا أننا نحيا بروح القدس ونطلب من روحه أن يجدد عمله فينا ويسمحنا ويخفر هو الذي يخفر ويدينا كده يا أحبائي دايما نكون يعني منقادين بروح ربنا القدس ولننقاد بروح هذا العالم ولهنا المجد الدائم في كنسته من الآن وللأبد أمين